طعب جديد للسلطة سياسية في البلاد لما تعترف بأن التظاهر مكفول دستوري وهي التي كانت تقمع كل تظاهر وكانت تقمع كل رأي مخالف سواء بالقمع المادي أو القمع المعنوي أو القمع الإعلامي ولكن القول بأن هذه المسيرات جاءت من جهات مجهولة حق هذا قرارتها فشل لما حكومة لا تقدرش تحدد الجهة التي دعتها إلى مسيرة ولا الجهات التي دعت إلى التظاهر ولا الجهات التي دعت إلى التعبير عن مواقفها السياسية من القضية المطروحة للنقاش في الحق هذا إخفاق سياسي وهذا عار على حكومة لا تدرك ولا تعرف من هي الجهات التي دعت إلى هذه المسيرة أنا أظن المجتمع والشعب الجزائري الذي خرج جهة تظاهر ضد العودة الخامسة يعرف الجهات التي دعت الجهات التي دعت هي عموم الشعب الجزائري وكل أطيف الشعب الجزائري الرافضة إلى هذا المنطق لا معقول الذي يراد أن يفرض على الجزائريين والجزائريون يعرفون أن المنطق الذي يدور حول العهدى الخامسة هو ليس منطق عهدى خامسة متعلقة بترشيح رئيس العهدى خامسة وهو في الحالة وعليه وإنما هو منطق آخر يتضمن التفاف على صالح الشعب وعلى ثوابته وعلى قضاياه والتفاف على مستقبل